بسم الله الرحمن الرحيم نكمل في هذا ان شاء الله الفيديو حديثنا عن السيت وعن كيفية استدعاء الميثود وعن البراميترز وطبعاً في حاجة مهمة جداً راح ان شاء الله ان انا نفذ برنامج او لازم نبه الى انه السيت الميثود السيت هي مثود زي اي مثود ثانية ما في اي فرق اللهم الفرق الوحيد انه العرف عند المبرمجين انه تكون الميثود هذي اللي تسوي السيت والقتل الاتريبيوتز زين انه تكون تسمى بسيت وبعد كده اسم الاتريبيوت اسم الاتريبيوت سالري اسمول اس الحرف هنا صغير الاس هنا نضع حرف كبير اس ونقول سيت سالري مزين وإلا زي اي مثود ثانية اي مثود ثانية راح تشوف فيها كده ورح نفصل ان شاء الله بالتفصيل احنا ذكرنا قبل ورح نضيف ان شاء الله اضافات يعني اضافية على معنى الميثود وكيف تعمل الميثود ومن ايش تتكون الميثود لكن المهم ان الست زي اي مثود ثانية اللهم اشي الوحيد انه الست الفائدة منها او استعمالها جرى العرف ان تستعمل حتى انها كوسيلة لوضع البيانات لكتابة بيانات في الاتريبيوتز للأوبجيكت او قراءة بيانات من الابجيكت طيب خلنشوف البرنامج اكتبنا في جليت طبعا لاحظ اني وضعت الكلاس employee والتست او drive يعني الكلاس اللي كتبها فهد والكلاس اللي كتبها محمد وضعتهم كلهم في نفس الملف طبعا للتسهيل وإلا الأفضل هو انك تستخدم الطريقة اللي شفناها في اكليبس بحيث انك تضع two classes زي ما نشوف هنا هزي ما نشوف هنا فيه فهد فيه class employee اللي كاتبها فهد وclass test employee اللي كاتبها محمد مزيين two classes وبحيث انها تكون class employee برضو public, public class مزيين لكن هنا طبعا قررنا نضعها كلها في ملف واحد بدون ان تكون فقط للتسهيل التسهيل الشرح خلنشوف كيف الـ Set will get في عندنا هنا ميثود كثيرة Set to get خلنشوف كيف الـ Set will get تعمل خلنبدأ بتنفيذ البرنامج نبدأ بتنفيذ البرنامج نسوي سكانر هذا اول شيء هذا طبعا ما يهمنا كثير شفناه قبل بعد كذا نسوي object جديد employee ألاحظوا معي الآن لما نجي نسوي الـ Object سوينا الـ Object هنا employee هذا الـ Object نروح الآن ننتقل نضع فيه الـ Attributes زيان في الـ FirstName والLastName والSelery والID مضبوط وضعنا فيه الـ Attributes وضعنا فيه قيم ابتدائية أو initial values للـ Attributes زيان الآن ضبطنا الـ Object نرجع مرة ثانية للميثود بالـ Main الآن نقرأ الـ FirstName الآن هذا الكود اللي كاتبه محمد هذا الكود اللي كاتبه فهد فلا تلخبط مين إلى أثنين مضبوط الآن نحن في المين فنقرأ الـ FirstName فنقول FirstName مثلا فهد زيان مثلا بينها اللهم اللهم اللي كاتب الـ Methods هذه والـ ClassScanner كله اللي كاتبها مبرمج من شركة Sun أو شركة Oracle اللي سوت اللغة الجافة طيب نكمل هنا التنفيذ الآن هذا فن صار فيه القيمة لاحظ أنه عندنا هنا فن هذا فن فيه القيمة فهد مضبوط الآن خلنشوف كيف عملية الاستدعاء اللي هي طبعا أول شي احنا نستدعي الميثود مع تبع الأوبجيكت هذا شي مهم جدا جدا تبع الأوبجيكت مضبوط خلنشوف وطبعا نرسل البرامتر فن مضبوط رح نرسل البرامتر اللي هو فهد مضبوط رح ناخد قيمة طبعا ونستدعي الميثود ونستدعيه على الأوبجيكت اللي هو هذا الأوبجيكت لاحظ أن نحطين هنا الريفرنس حق الأوبجيكت عندنا نجي الآن تجي عملية الاستدعاء مباشرة انتقل وسوى لي ريكورد أو اكتيفاشن ريكورد جديد للميثود مضبوط إذن سوىنا اكتيفاشن ريكورد جديد ونقلنا إذا تذكر نقلنا الارجيمنت ووضعناها في البرامتر هذا البرامتر اف ان أصبحت قيمته هي نفس الارجيمنت الفالي والارجيمنت اللي يرسلناها اللي هي فهد مضبوط وسوينا اكتيفاشن ريكورد جديد في استاك واختفت الميثود مين وجميع الفاريابولز اللي موجدت في الميثود مين ما عاد نشوفهم هذا شيء مهم جدا الآن نحن ننفذ بميثود جديدة فخلاص نصير كل تركيزنا محصور في الميثود الجديدة مضبوط عندنا البرامتر اللي ارسلناه من خلال الميثود خلا نرجع مرتين هنا مكان اللي استدعينا فيه هذا set first name هنا ارسلنا الارجيمنت fn قيمتها اللي هي فهد وستدعينا تبع الابجيكت مضبوط فإذا نجي هنا هذه هي الميثود ال fn البرامتر هنا يصير قيمته فهد مضبوط ونسند قيمته إلى المتغير first name فالآن نبدأ تنفيذ الميثود سندنا قيمة البرامتر إلى الاتريبيوت أو البروبرتي first name طيب first name حقه مين first name حقه الابجيكت اللي استدعينا عليها الميثود تلاحظ أنه البرامج هنا محتفظ باسم الابجيكت اللي هو e مضبوط محتفظ باسم الابجيكت e هنا عشان يعلمك يقولك أنه أي اكسس أي ذكر إذا جبنا إذا ذكرنا أي واحدة من الاتريبيوت هذه فإننا نقصد الاتريبيوت اللي تبع الابجيكت e مضبوط طيب بعد كذا انتهينا طبعا أسندنا القيمة ننتهي من الميثود نشيل الاتريبيوت الريكورد حقها ونرجع للتنفيذ من المكان اللي سوينا فيه بعد المكان اللي سوينا فيه استدعالي هو هذا هنا استدعينا من هنا فرجعنا للمكان هذا الآن نقرأ اللاست نيم مرة ثانية نسميه مثلا فهد مثلا فهد أحمد مثلا اللاست نيم enter مزيد الآن جرين الميثود جرين الاسم حطناه في ln الآن نجي نرسل ln جهزنا الآن جهزنا عملية الاستدعاء حطينا الارجومنت أحمد اللي هي قيمة ln مضبوط حطينا الارجومنت أحمد اللي هي قيمة ln الآن نبدأ عملية الاستدعاء تبع الابجكت e فنبدأ نستدعي الآن هذه set last name سوينا الـ activation record حقها وبعد كده حطينا الارجومنت في البرامتر زينا البرامتر ln أصبح فيه الارجومنت أو القيمة أحمد الآن نجي ونسند أحمد إلى الاتريبيوت last name أو البروبرتي last name حقه الابجكت e لأن استدعينا الميثود تبع الابجكت e مهم جدا الاتريبيوت هنا e لأن نستدعينا الميثود تبع الابجكت e مضبوط طيب نكمل التنفيذ انتهى طبعا التنفيذ لاحظوا أن التنفيذ جدا بسيط فكرة set جدا بسيطة انتهى تنفيذ الميثود الآن نرجع مرة هاني المكان اللي بعد الميثود كنا نفرنا سطر 41 الآن يجي سطر 42 بعد تنفيذ الميثود نقرأ السلري ونفرض ان السلري 5000 enter نسند القيمة لسال وبعد كده الآن تجينا عملية set salary مرة ثانية ننفذ ال set من جديد ناخذ القيمة هنا عندنا القيمة اللي هي قيمة ال argument رح ناخذها زين ونضعها في البرامتر سال مضبوط خلونا نكمل زين اسوينا ال activation record جهزنا البرامتر سال ونضع القيمة 5000 في البرامتر سال زين فإذن هذه طريقة الارسال إذا تذكر حنا لما رسمنا الرسمة قلنا أنه خلنا رجع هنا قلنا أننا نرسل نرسل قيمة ال argument أفضل نرسل قيمة ال argument سواء كانت قيمة مباشرة أو كانت قيمة variable زي ما نرسل ناخذ القيمة ونرسل ها إلى البرامتر لما نستدعي الميثود الآن نكمل العملية التنفيذ نضع القيمة في الاتريبيوت أو البرامتر وهكذا يتم تنفيذ البرنامج وننتهي من يكتم التنفيذ البرنامج زي ما شفنا الشيء المهم هنا أخيرا في آخر واحد الـ ID مثلا نعطي 1000 1-30 هذا الـ ID الشيء المهم هنا أن نلاحظ أن هنا البرامتر اسمه ID بينما البرامتر هنا اسمه D إذن لا يلزم أنه تطابق اسم البرامتر هنا مع اسم إذا نرسل البرامتر كأرغيمت لا يلزم أنه تطابق الاثنين هذا علي هذا شيء مهم جدا إذن الآن شفنا كيف الـ set تعمل كتبنا الـ set هذه الميثود حق الـ set هذه الـ الـ get تعمل نترجع نقيمة وبعد كده إن شاء الله راح نشوف فايدة الـ get والـ set وليش فهد لخبط الموضوع بالشكل هذا وصعبه على نفس المقارنة بخالد